مساء الخير كل شيء في البلد معطل إلا دولار السوق السوداء يفعل فعله من دون أن يأخذ عطلة حتى في نهاية الأسبوع الإدارات العامة مددت إضرابها لإسبوعين إضافيين المصارف أعلنت بدورها مواصلة الإضراب الأساتذة والمعلمون بين سندان الإضراب ومطرقة العودة إلى التعليم الدولار إلى ارتفاع متواصل ومعه الأسعار وللغاية سجلت جولات ميدانية لوزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار على أبواب الشهر الفضيلة وفيما يتحضر مجلس الوزراء لعقد جلسة له في الأيام المقبلة للبحث في الملف التربوي وأوضاع موظفي القطاع العام وأمور معيشية أخرى دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماعا الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة تشريعية وبانتظار أن تثمر حركة الداخل دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى الأقدام على إنجاز ما ينتظره المواطنون على صعيد الاستحقاقات الدستورية بمختلف عنوينها من دون انتظار المتغيرات الأقليمية حيث لا خيار إلا بلقاء وحوار ووفاق بين العلاصر الداخلية في الوطن بعيدا عن لعبة استنزاف الوقت والبلد ورمي الكرة في ملعب الآخرين وإلى تبلور مزيد من المعطيات والتطورات في ضوء الاتفاق السعودي الإيراني تسجل حركة لافتة عربية ودولية والمزيد من التقارب لحل الأزمات والخلافات وبرز هنا الأعلان عن استئناف السعودية لعمل كونسليتها في دمشق بعد عيد الفطر السعيد فلسطينيا المقاومة على خيارها بمواجهة الاحتلال الذي يمارس حقده وعدوانه على الشعب الفلسطيني وفيما يبدو أنه تنازل عن احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تخفيف خطة الإصلاح القضائية الذي تتبناه حكومته دوليا أيضا الرئيس الصيني في موسكو لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين أما فرنسيا فكان لافتا دعوة البرلمان الفرنسي للتصويت على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت الجمعية الوطنية ماليا قررت مصارف مركزية وأمريكية وغربية اتخاذ إجراءات منصقة لتعزيز السيولة وتمأنة الأسواق في خضم أزمة ثقة بالنظام المصرفي والتي تسبب بها انهيار بانك سيليكوم فالي